شكراً معالي الأخ العزيز ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمقيمين بالخارج للمملكة المغربية معالي السادة الوزراء الحضور الكريم يلتأم المجلس اليوم في ظرف عصيب التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في حدته وأثاره هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم ويبدو للأسف أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه أن هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب أن العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم والعقوبات الجماعية التي تمارسها هذه السلطات ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي نحن نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين أتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورا وإدانتها بأشد العبارات لا أحد كان يرغف مثل هذا التصعيد ونرفض بشكل كامل أي عنف ضد المدنيين وبلا مواربة فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال أنني أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم إن المجلس الموقر عبر مراراً خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار التصعيد الجاري ليس وليده اليوم ولكن له أسبابه الجزرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية في الضفة الغربية أو غزة مشكلة أمنية لا أكثر وخلق نظام للاحتلال يقوم فعلياً وبشهادة الجميع على نظام الأبرتايد والقضاء على حل الدولتين كل يوم عبر الاستيطان المستمر وقدم الأراضي هذا كله أدى إلى خنق الأمل في أي أفق سياسي وأوصلنا إلى النقطة المؤسفة والخطيرة التي نقف عندها اليوم لقد تبنت الدول العربية كذلك وعبر السنوات الماضية طريقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبادرة السلام العربية ووفق صيغة الدولتين أنها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع والسلام للجميع والاستقرار للمنطقة ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدم على السلام وأن الاحتفاظ بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد وأمعنت حكومة الاحتلال حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين واستفزازهم وأطلق بعض رموزها العنان لخطاب الكراهية والتحريد وأقول باختصار هناك طريق يوفر حياة كل المدنيين إنه المصاري الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية أتمنى أن يعلو صوت الحكمة على نداءات الانتقام أرجو أن تتوقف دوامة العنف فوراً لأنها لن تفضي سوى للمزيد من المآسي والآلام وقد تخرج الأمور عن سيطرة أي طرف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته أو تبعاته على الجميع أتطلع اليوم لليوم الذي أنعم فيه الجميع في فلسطين وإسرائيل في دولتي فلسطين وإسرائيل بالأمن والكرامة والحرية للدولتين دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام الأجيال الجديدة تستحق العيش بعيداً عن دوامات الكراهية والعنف ربما تذكرنا هذه اللحظة برغم كل ما تحمله من مخاوف وآلام بأنه لا مهرب من استحقاقات السلام وأن انسداد الأفق السياسي لن يفضي سوى إلى جوالات متكررة من العنف ونعدام الاستقرار شكراً لحسن الاستماع أشكر